اللي مش بتابع تطور الاحداث السياسية والاجتماعية في العشر سنين الاخيرة وبالذات من بداية ثورات الربيع العربي هيلاحظ ان شكل المجتمع تغير بشكل كبير قوي عن السنين اللي قبلها قبل الثورات كنا شعوب مستقرة ظاهريا او خلينا نقول مستكينة شعوب هادية مستأنسة عارفة ان فيه فساد وظلم بس يعني سكت عشان اللي بتكلم بيروح ورا الشمس فيه معادة نمزج المعارضة البلاستيك اللي كانت مستأنسة برضو بس وي كأنها بتعارض يعني بعد الثورة تحس ان الشعب اخدها اسلوب حياة بقى يعارض على الفضية والمليانة يا مؤمن احتجاجات ووقفات واضربات بمناسبة وبدون مناسبة الكل مستعجل عن نتائج ومتخيل ان الاصلاح هيكون في يوم وليل لحد ما الحمد لله رجعنا تاني لنموذج الدولة القمعية اللي حفظينه واللي عارفينه وان كان بشكل اسوأ واكتر وقاحة وعلانية التغييرات وتطورات الكتير دي زي ما اثرت على السياسة والاختصاد كمان اثرت بشكل مباشر وغير مباشر على الروابط الاجتماعية علاقات الناس ببعض سواء في البيت في الشغل وحتى العلاقات العائلية والصدق واحنا الحقيقة معرفناش نسأل مسؤولي مواقع السوشال ميديا على كمية البلوكات اللي الناس عملتها البعض لأسباب سياسية او بعد اخناق حمية من اللي انا وانتو عارفينها كويس كان نفسي ناخدها كمسال بس يلا فيش نصيب بقى بقى فيه عندنا احتياج حقيقي ان احنا نفكر في عملية لم شمل لكل الناس اللي فرقتهم خلافات سياسية واجتماعية في السنوات الاخيرة ومحتاج في البداية ان نوضح حجم الخلافات دي وتأثيرها قبل ما نتطرق لخطوات لم الشمل اللي ممكن نتفق عليها ونحاول نعممها في الدوائر المحيطة بينا ابتداء من الاسرة الوحدة ولحد ما نوصل لمجتمع يكاد يخلو من الفرقة هدف كبير انا عارف بس ممكن تكون دي الفسيلة اللي في ايدينا نزراعها ونكبرها ومهما كان حجم الافادة اللي هتحصل بعدها فيكف اننا نقابل ربنا بيها مبدئيا كده خلينا في الحلقة دي نجاوب على سؤال مهم هل فعلا ان الناس اتفرقت بسبب السياسة؟ الحقيقة السؤال مش محتاج اجابة بنعم او لا لان الاجابة واضحة افتكر كده كم مرة اعدت مع مجموعة من القرائب والنسايب والجيران وكنتوا هتخساروا بعض في المناقشة السياسية كانت قراءكو فيها مختلفة وبدأتوا تتناقشوا بالمنطق والصوت بدأ يرتفع شوية بشوية لحد ما مسكتوا في بعض في الاخر وانتهى الامر بانكو يا اما متجنبين تتقابلوا بعض وتتعاملوا او على الاقل اخدتوا قرار بمنع المناقشات السياسية تماما وخلينا صحاب احسن افتكر كده على السوشال ميديا عملت كام بلوك لناس من اقرب صحابك وجيرانك واهلك لنفس الاسباب وقلت خلينا صحاب بره الفيسبوك عشان ما نشتمش بعضه قدام الناس ونفقد هي بيتنا احنا بشنا قصيد لانت كده راجل عائل اصلا لان البعض بيقطاعوا علاقاتهم ببعض فعلا وفي الشغل وما ادراك ما الشغل الناس اللي قاعدين في وش بعض ونص اليوم تقريبا وكل ما تتفتح بينهم نفس المناقشات صوتهم يعلى ويختلفوا وينتهي الامر ببعض المصطلحات اللي مش لازم نقولها دلوقتي وديني يا صيام يعني وصوت البطة مش هيطلع دلوقتي عشان فطرنا بيها في اول يوم رمضان خلاص يعني متسا ما جبناش واحدة تانية ويا سلام بقى لما يكون المدير ولا حد مسؤول في المكان وله رأي سياسي مخالف لبعض الاراء المطروحة وتلاقي اي حد عاوز يتقرب منه يروح يفقعك اسفين عنده ويقول لي خد بالك يا رايس ده فلان ده بيقول ان الجماعة اللي رأيهم كذا وكذا ما بيفهموش حاجة زي حضرتك يعني وراح مشوح بيده كده وصولا لان بعض الناس وصلت لمرحلة الازاء الجسيم لو جارك مزاعلك روح بلغ عنه ان اخوان واخلص منه والموضوع ما بقاش مجرد اختلاف سياسي شبيه بالاختلاف حوالين فرق الكورة مثلا وقال لك ممكن تقابل صاحبك الزمالكاوي وتقلش عليه للصبح وهو بيدحك معك ومتقبل منك الموضوع بصدر راحب جدا وانما تطور الاحداث في الفترة دي دخل فيه دم ابتداء من الايام الاولى للثورة واللي عملته الشرطة من دهس للمتظاهرين وضرب بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيرة للدموع وغيرها وغيرها والصور اللي مالية السوشيال ميديا وقنوات اخبارية عالمية في الوقت اللي كان فيه الاعلام المصري بيصور لك مصر هادية خالية من اي بربع جنزة وبعف فين جاد اهو ابتداء من اللقطة دي والناس بدأت تنقسم جزء بيقول عيش حرية عدالة اجتماعية وجزء تاني قاعد قصاد التلفزيون ومفنج العيني ومفتح ودانه وقاعد بيتلقى اللي بيتحدف له من الاعلامين من اخبار مضللة وتصوير كباري فضية من ناحية ومن ناحية تانية صور لك ان البلد هتقعلى والنظام سقط وان الاعداء متربصين بنا من كل زاوية والناس مش هتلاقي تاكل والمقاتلات الحربية بتحيط بالبلد من كل اتجاه وبعد ما البرامج تخلص يقوم صاحبنا ينط من مكانه ويقول لك يا جماعة حرام الراجل حارب عشان الوطن وهو تعاهد انه مش هيترشح لفترة رئاسية جديدة ولازم يخرج بشكل لائق وان كان على الفساد هو ما كانش يعرف بيه انت ما شفتش فيلم طبخ الرئيس ولا ايه احنا اسفين رئيس وبدأت الانقسامات ما بين ناس بتحاول تشرح وتبرر وتقنع بعض ويستكشفوا الحقيقة بالفعل وناس تانية واخد الموضوع بجاهل جديد او خلينا نقول بنقص معلوماتي بعيد عن ارض الواقع واللي حصل فيها الانقسامات في المرحلة دي عموما ما اخدقت شوقت كتير ومع تطور الاحداث جمعة الغضب محمد محمود مسبيرو موقعات الجمل تنحي مبارك اتضحت الاعيب الاعلام واغلب الاعلاميين رجعوا في كلامهم واقروا انها كانت بالفعل ثورة وان يا للعجب كان فيه فساد بس اللي بتكلم كان هيروح ورا الشمس طبعا وانهم كانوا بينفزوا تعليمات اباهم اللذي في امن الدولة وقعدوا يحيوا ثورة الشباب والورد اللي فتح في جنايا مصر والناس بدأت تدريجية ان تفهم جزء كبير من الحقايق اللي كانت غايبة عنها منهم اللي غير موقفه بالفعل ووقف جنب الثورة وادرك حجم التضحيات اللي عملوها شباب الصف الاول من الثورة ومنهم اللي خد مكانه على الكنبة وقعدوا رح رح وجاب الفشار وقال لك كما نشوف اخريتها ايه في شوية العيال اللي طلع عندهم حق دول بس مش عارفين هياخدونا على فين بس ربنا يوفق الدنيا على بعضيها بس كان خلاص الموضوع زي ما قلنا دخل فيه دم الاف الضحايا من شباب زي الورد واهالي مكلومين وشباب كتير فقدوا الصحاب والقراء كل دول مكانش ممكن يتحملوا حد يقولهم اسفين يا ريس ولا هو كويس بس اللي حاوليه وحشين وحتى اللي ملهوش صاحب او قريب من الضحايا بس شاف بعينيه الظلم والطغيان اكيد مش هيتحمل ان حد يقوله يا عمدوا الشرطة بتاعتنا ودول شباب خوانة وابضين ومعهم اجندات وكانوا بيروحوا التحرير يكلوا من كنتاكي ويقضوا الليالي المتلجة دي في رأس وعلاقات جنسية كاملة الموضوع لما دخل فيه ارواح الناس بقى اكبر من انك تعتبره اختلاف في وجهات النظر ومن حق كل واحد يعتقد ما يشاء والخلاف الرأي لا يفسد للوز قضية لان ده ما كانش خلاف رأي بقدر ما هو خلاف حوالين درجة الانسانية انت انساني لأي حد للحد اللي يخلي الدم يهزك مهما كان صاحبه ولا مش مهم الشعب يموت بس الجيش والشرطة يعيشه واه البلد تمشي بدلا ما الناس هتموت من الجوع محدش هيلاق ريشة ولا حتة بيت زي كلها والاقتصادها ينهار والاشغال وقفة وحظر التجول قضى عشنا والبلد بتولع الفريقين هنا كانوا شايفين بعض من زاويتين مختلفتين فريق كان شايف زي ما قلنا ان ده دم ومفيش مبرر لقاتل الارواح وان ده نظام قام معي ظالم وراه فساد سنين طويلة ولما الناس اعترضت عليه دهسهم بمدرعاته بمنتهى القسوة والفريق التاني كان شايف ان دول شوية عيل تفهين حاولوا يقلدوا صور التونس فلقوها حلوة وشغالة ونفعت معهم بس مات منهم شوية يلا هو شباب بايز بس المهم ان الرئيس يخرج بشكل لائق بتاريخه ومش مهم اللي يتقتل منهم اهو يبقى تقدب وتعلم ما يصورش تاني المهم الدنيا تستقر ولو على شوية جسس مش مشكلة المهم ان يرجع مستقرين زي ما كنا فساد فساد بين التسرق وماله بس كنا عايشين المشكلة ان الفريقين دول ما كانش كل فريق منهم مستقل بذاته في طبقة او اقليم او فئة معينة انت في نفس البيت كان ممكن تلاقي دول ودول الزوج له رأي واكيد طبعا الزوجة هيكون لها رأي تاني ولو حصلت المعجزة والاتنين كان لهم نفس الرأي ممكن او تلاقي الكبار من اباهم وامهاتهم او حتى ولادهم الشباب متبنيين الرأي تاني ده طبعا غير بيئة زملاء الدراسة والشغل والجران زي ما قلنا من شوية بس الدنيا لسه ما استقرتش على كده ووصل للحكمة اول رئيس مدني منتخب عشان برضو الناس تنقسم ما بين اسلامية اسلامية ورئيسي اسلام اسم الله عليه وما بين لا سياسة في الدين ولو الاسلامين مسكوا البلد هيقطعوا دين الناس في الشارع ويحجبوا الشعب كله رجالة وستات وتتجدد من تاني الانقسامات وتزيد وتتواصل احتجاجات والوقفات والاضرابات والناس تقولك طب ما خلاصها هو الصورة وخلصت وجيبتوا اللي انت عاوزين وما للعيشة ما تحسنتش ليه بقت كل فئة تعمل اضراب وتنزل مظاهرات للمطالبة بتحسين الرواتب وبيئة العمل والاعتراض على الاسعار وغيرها من المطالب الفئوية اللي كانت قلبة دنيا يومها ومتخيلين ان الرئيس كان طالع من مصباح علاء الدين ولازم كل حاجة تتصلح فورا ومع التخبط السياسي في الفترات دي وقزارة الاعلام اللي كان بيشعل للشعب بكل الطرق الممكنة والغير ممكنة ويوجه الناس لطريق المرسوم اللي مشيت فيه العملية السياسية باكمالها في المرحلة دي فمن الطبيعي برضو ان الانقسامات بين الناس تزيد ما بين مؤيد ومعارض حد شايف التهليل وسقف الطموحات الخيالية اللي تكاد توصل لحد الهلوسة من ناحية وحد تاني شايف التحريض والتسفيه اللي كل خطوة تاخدها الحكومة سواء صحة أو غلط وشايف المؤامرة بوضوح عشان توصل الانقسامات دي لزروتها مع بداية الانخلاب على مرسي واحداث رابعة دموية اللي زودت حالة الاحتقان لأقصى درجة مع وحشية المجزرة اللي حصلت على مرأة ومسمع من العالم كله وهمجية الشامتين اللي كانوا بيطلعوا يطبلوا بغض النظر عن ان فيه ارواح بتتحرق وتنسحق معانا في نفس البلد على بعد كم شارع مننا بس الخلافات الناتجة عن اسباب سياسية في مصر زي ما قلنا مش مجرد وجهات نظر او خلاف بين فريقين نقدر نقول لهم بعد شوية جماعة صلوا عن نبي واستهدوا بالله واحنا لازم نتقبل بعض واختلاف وجهات النظر لا يفسد للوز قضايا لان القضية ما بقتش قضية وز ولا بط ليس الا زي ما قلنا ان الموضوع دخل فيه دم وارواح خلاك تبص للطرف التاني مش بس على انه مخالف لا ده مغيم وعديم التمييز وبيقبل اهضار الادمية وازهاق الارواح عادي وهو بيبصلك على انك ارهابي داعشي بترحب بقتل الجنود اللي بتقتلوا في كل مناسبة من المصطفة البحتة بعملية ارهابية حقيرة هدفها تدفع الرأي العام في الاتجاه اللي هم عاوزينه الخلاصة ان الناس عندها كمية احتقان كبير تجاه الرأي المخالف حالة من الغلايان ممكن اي حد يقدر يقمعها ظاهريا بالاعتقالات والاخفاء القصري والتعزيل في اسام الشرطة واللي جانب الالكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي اللي بتشتغل زي خلايا النحل لتوجيه الرأي العام او التشويش عليه بحيث يظهر قدام العالم ان في رأي ورأي اخر مش كل الناس معترضة ولا حاجة بس على ارض الواقع الناس فيما بينها ما بقتش صافية لبعض انت زعلان من زميلك ولا ابن عمك مش بس عشان صدقه عالي شوية على بعض في المناقشة وانما عشان انت شايف انه بيشجع قاتل او هو شايفك ارهابي طب اذا كنا ذكرنا اسباب ومراحل تطور لانقسامات دي داخل المجتمع وبين حتى افراد الاسرة الوحدة فلازم هنا نتساءل هل الموضوع فعلا خطير يعني ما يمشيش معنا انه مجرد زعل وهتروح لحالها واحنا في الاخر اهل وحبايب هقولك ان الملاحظ على ارض الواقع ان الموضوع واخد مع الناس درجات فيه منهم فعلا اللي مستمرين اهل وحبايب ومتجنبين تماما الكلام في اي شؤون عامة عشان عارفين انهم في نهاية الحوار هيمسكوا في بعض وفيه اللي بقوا بيتجنبوا التجمعات ويقللوا من المقابلات الاجتماعية بسبب ان انفسهم شيلة من بعض نتيجة خلافاتهم السابقة في النقط دي وفيه اللي الامر وصل معهم لدرجة العداوة والقطيعة بشكل لا رجعة فيه والامثلة اللي اسمعناها في المجال ده كتير من ازواج اختلفوا ولما المناقشة بينهم سخنت واصلت لحد يمين الطلاق او خلافات بين الاباء والابناء واصلت لحد ان بعض الاطراف بتبات على السلم حتى نعمل حاج صاحب البيت مش قابل واحد خروفي نام معاته احت سقف واحد حتى لو هيخسل الموعين ويرمي الزبالة ويجيب لهم عيش كل يوم واخوات خسروا بعض او على الاقل شايلين من بعض نتيجة منقشات كتيرة ما بيعرفوش يوقفوها كل ما يتقبلوا وقرايب ونسايب وصحاب بعد البلوكات والشتين ما بقوش طيقين يقابلوا بعض في فرح ولا حتى صلاة جمعة كل ده اكيد له تأثير ضخم على البناء الاجتماعي للشعب وعلى البناء الاسري قطيعة ارحام وقطع صلاة وغل ومشحنات اكيد مش هتبقى نتيجتهم كويسة الشعب اللي مليان انقسامات ده بالشكل ده ممكن يبقى لقمة سهلة في ايد اي نظام قمعي يقدر يضغط على فئة من الشعب بمباركة ورعاية فئة تانية واكيد بالنسبة للأسرة الوحدة مش عايب يكون في بينهم اختلاف في القراء بس هيبقى الوضع الكارثي لما يكون الواحد شايف ابوه والاخوه فقدين الانسانية وحاس استجاههم بعدوان مكبوت مش قادر يعبر عنه عشان ما يخسرش حد منه وفي نفس الوقت صورتهم قدامه مهزوز ومصدقيتهم مجروحة ورأيهم غير معترف بي طب بعد ما استعرضنا الاسباب والمراحل وخطورة الانقسامات دي يا ترى هلفي وسيلة لتجنبها او لتجاوزها ونبدأ مع بعض صفحة جديدة نقدر من خلالها نشوف بعض ونسمع بعض ونوصل لمراحل من التفاهم ترجع العلاقات اللي اضطربت او انقطعت دي سؤال وجيه الحقيقي بس خلينا نكمل كلام فيه بكرا ان شاء الله